طبعا الشيعة في لبنان كانوا جزء من الحركات اليسار والقومي العربي والليبرالي واليمين والأقصى اليمين وأقصى اليسار وكانوا جزء أيضا من المقاومة الفلسطينية فكيف أصبحت إيران مرجع وحيد لهؤلاء كيف حصل ذلك؟ يعني الأمر لا يختصر بسبب أو عامل واحد أنا أعتقد أن هناك سؤال يتصل بمفهوم الدولة وفكرة الدولة وإلى أي مدى نضجت فكرة المواطنية لدى المكونات على العربية بواجه العموم وتحديدا في لبنان الأمر الثاني الشيعة تعرضوا لمشروع إيديولوجي في لحظة اكتساح واجتياح إسرائيلي هذا المشروع لعب دورا أساسيا في خلق نوع من الارتباط بالمشروع الإيراني وقام على مجموعة عناصر منها يعني العنصر الإيديولوجي بذاته إيه؟ موضوع ولاية الفقيه العنصر المالي والعنصر الأمني والعسكري وأعتقد أن هناك محطة أساسية التي جعلت البيئة الشيعة على وجه العموم منضوية في هذا المشروع إما إراديا أو مرغما هو التورط في الحروب العربية وتحديدا الحرب السورية التي ساهمت إلى حد بعيد في خلق خوف أنا أعتقد أن حزب الله وحتى ما يسمى المشروع الإيديولوجي الإيراني ساهم في طوريط البيئة الشيعية في هذه الحرب السورية وهذا ما خلق نوعا من الخوف الخوف من المحيط بمعنى أن الشيعة تم زرع في داخلهم حالة الخوف الخوف من كل المحيط المحيط أولا من جهة إسرائيل ثانيا من جهة البيئة السنية التي تمثلها المجتمع السوري على وجه العموم إلى جانب آخر هو الطواقف اللبنانية الداخلية